شكر لرئيس زلينسكي على كلمته اليوم لقد استمعت إلى كلمته وكانت كلمة مقنعة وكلمة هامة للغاية لقد تحدث نيابة عن شعب أظهر قوة كبيرة في مواجهة عدوان وحشي إن الشجاعة والقوة تمثل مصدر إلهام ليس فقط الشعب الأوكراني بل لكن بالعالم بأسره إن بوتين يتسبب في ضمار مروع في أوكرانيا يقصف أشغرك السكنية ومستشفيات الولادة وغيرها عندما كنت أتحدث مع قادتنا الموجودين خلفهنا الجنرال ميلي إن هذا أمر مزهل أمس تابعنا تقرير عن قوات الروسية تحتجز مئات الأطباء والمرضى كرهائن في أكبر مستشفى في ماريبول تلك عبارة عن جراء ضخمة ومروعة والعالم متوحد في دعمه لأوكرانيا وفي عزمتنا لجعل بوتين يدفع ثمنا باهظا لذلك أمريكا تدعم هذا الجهد بتعاون مع شركائنا وحلفائنا قدمنا كمية كبيرة من المساعدات الإغاثة والمساعدات الأمنية سنواصل في تقديم المزيد والمزيد خلال الأسبوع المقبلة سنقوم بشل اقتصاد بوتين من خلال عقوبات صعبة للغاية ستزداد ألما وشدة مع الوقت بتعاون مع ضاحل النيتو ودول التحاد الروبي وغير الكثير من الدول ما الذي هو على المحق هنا؟ إنها المبادئ التي تجسدها الأمم المتحدة والأمم المتحدة والعالم الحر الأمر يطبب بالحرية وحق الناس في تقرير مصيرهم وأتأكد من أن أوكرانيا لن تكون أبدا ضحية لبوتين بغض النظر عن الانتصارات التي يحققها في الميدان الشعب الأمريكي يجيب نداء الرئيس زلانسكي لإرسال مزيد من الدفاع المعدات الدفاعية لأوكرانيا لصد الهجوم الروسي هذا ما سنفعله بالفعل قد بدأنا في إرسال مساعدتنا حتى قبل بدء هذه الحرب من خلال التدريبات المشتركة مع أوكرانيا بدأنا في مارس العام الماضي في ذلك أخذنا تهديد بوتين بغزو أوكرانيا بكل جدية وأرسلنا مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار بما فيها مضادات الدروع ومضادات الطائرات قبل الغزو وذلك كمية أكبر من ما قدمناه من قبل إذن عندما بدأ الغزو كان بالفعل لديهم أنواع عمد الأسلحة يحتاجون إليها لمواجهة تقدم الروسي وما أن بدأت الحرب على الفور سارعنا بإرسال 350 مليون دولار كدعم إضافي للوهاب يحتاجتهم مئات من أنظمة مضادات الطائرات ومضادات الدبابات وهليكوبتر للنقل وكثير من السيارات الحربية وأنظمة الرادار التي تساعد في استكشاف الطائر بين طيار والدبابات وكذلك أنظمة الاتصال الأمني وصور الأقمار الصناعية وقدرة التحليل ولقد سعد ذلك أوكرانيا في إحداث خسائر بالغة في صفوف قوات روسية ويوم السبت صرحنا أيضا في إدارتي بـ 200 مليون دولار لإستمرار تدفق الزخير والأسلحة على أوكرانيا مجددا أستخدم صلاحيات رئاسية لتنشيط وتفعيل المساعدات الأمنية لمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي بقيمة 800 مليون دولار مساعدات جديدة هذا يجعل المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا بلغت 1 مليار دولار هذا الأسبوع فقط تلك أكبر مساعدات ومعدات يتم نقلها من وزارة الدفاع الأمريكية إلى أوكرانيا لنساعدهم في مواجهة هذا الغزو أشكر الكونغرس على اعتماد هذه الأموال هذه الحزمة الجديدة لن توفر فقط مساعدات غير مسبوقة لأوكرانيا فحسب بل هي تشمل 800 منظومة مضادة لطائرات للتأكد من أن القوات العسكرية الأوكرانية تستطيع صد الدبابات وطائرات الهليكوبتر التي تهاجم شعبهم وبناء على طلب رئيس زيلانسكي قمنا بمساعدة أوكرانيا في الحصول على صواريخ مضادة لطائرات أبعد في مداها بالإضافة إلى الزخائر المطلوبة وعلاوة على ذلك فحزمة المساعدات تشمل 90 ألف نظام مضاد للدروع تلك أنظمة محمولة على الكتف عالية الدقة ويمكن إطلاقها على دبابات ويمكن أن تستهدفها وبالفعل تستخدمها القوات الأوكرانية بفعالية بالغة في مواجهة العربات المدرعة والدبابات ستشمل 70 ألف من الأسلحة والقنابل والقنابل اليدوية لدعم الأوكرانيين ودعم الرجال والنساء الشجعان الذين يدفعون عن مدنهم وعن المدنيين في أوكرانيا وفي مدنها وقرها كذلك أيضا سنوفر الزخائر المطلوبة التي تناسب الأسلحة الصغيرة 20 مليون قطعة من الزخائر الملائمة بما في ذلك أطرى هذا أمر التزمنا به في إرسال أكثر الأسلحة تطور لدانيا لدعم أوكرانيا لا نقوم بذلك بمفردنا فحلفائنا وشركاؤنا قاموا بزيادة مساعدتهم الأمنية وشحناتهم في تلك المساعدات وسنساعد في تقديمها لأوكرانيا أيضا أهل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائنا وشركاؤنا ملتزمون تماما بإرسال الأسلحة والمساعدات للأوكرانيين والمزيد من ذلك سيستمر في التدفق على أوكرانيا وهناك حديث عن المعدات التي أصبحت جاهزة للنقل الآن أود أن أتحلى معكم بالصراحة هذا الأمر قد يمثل معركة طويلة وصعبة لكن الشعب الأمريكي سيقف بكل صلابة في دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب والهجمات اللا أخلاقية التي يقوم بها بوتين على السكان المدنيين نحن متحدون في مواجهة الهجمات من بوتين وسنواصل دعمهم وذلك لأنهم يناضلون بأجل حريتهم وسلامة أراضيهم سنقدم لأوكرانيا الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها في كافة الأيام الصعبة المقبلة سنواصل حجد الإغاثة الإنسانية لدعم الناس في أوكرانيا واللاجئين الذين اطلبوا لمغادرة أوكرانيا على مدار الأسابيع الماضية قدمنا مساعدات بـ 800 مليون دولار للأشخاص اللاجئين في أوكرانيا وغيرها من الدول المجاورة عشرة الآلاف من الأطنان من الغزاء والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لدعم منهم في حاجة ماستلها إن خبراء على الأرض في بولندا ومولدوفا وغيرها من الدول المجاورة موجودين لتقديم تقييمات فورية في أزمة متطورة لتقديم كافة النوع الغاثة الإنسانية المطلوبة لمن يحترجونها وسندعم اقتصاد أوكرانيا من خلال مساعدات مالية مباشرة أيضا وبالتعاون مع حلفائنا وشركائنا سنواصل ممارسة الضغوط على اقتصاد بوتين الذي يتداعى وسنعزله على الساحة العالمية هذا هو هدفنا جعل بوتين يدفع الثمن وإضعاف موقفه بينما نقوي أيدي الأوكرانيين في ميدان المعاركة وعلى طاولة المفاوضات وبالتعاون مع حلفائنا وشركائنا سنواصل مساعينا في هذا المسار وسنبزل قصار جهدنا لإنهار الحرب المأساوية التي لا داعي لها هذا صراع لمواجهة شهية طاغية ضد أشخاص يرغبون في الحفاظ على حرياتهم ما من شك أبدا ولا أي شك لدينا في أن أمريكا تقف في دعم قوى الحرية لطالما فعلنا ذلك ودائما سنفعل ذلك شكرا لكم بارككم الرب سوف أقوم بتوقيع هذا القانون الآن لإرسال هذه المعدات والمواد ليحمل الله أوكرانيا وشبابها الذين يدافعون عن أرضهم اشتركوا في القناة